السلام عليكم طلاب شو أكوش أخباركم إن شاء الله بخير وياكم حسين طهرق من أكادي مينة كابتشينو عنا اليوم المحاضرة العاشرة من الأناتومي أوف ذا أبرلم تشريع الأبرلم إليه بعنوان الأرم أوكي إليه منطقة الذراع ليه هاي المنطقة تمام أو بكل بساطة حدوس إحنا الأرم كمقدمة عنه وبعدين نبلج تحديدا بالأنتيريار كومبارتمنت أوف ذا أرم أو ما يعرف بفلكسر كومبارتمنت أوف ذا أرم يعني كومبارتمنت أو مجموعة العضلات والأعصاب والأشياء اللي موجودة هنا وتغذيها اللي حتسوي حركة الفلكشن للمن للأرم نواضحها لو حتسوي فلكشن صورة عامة تمام زين فايا عندنا تشريح الأبرلم أوكي المحاضرة العاشرة بالبداية أطيقهم فد مقدمة إحنا حاجين يعني عليها يعني إحنا طلاب حاجة إحنا على هاي المقدمة بس لازم إحنا نعيدها قدنا إحنا عدة مناطق بالأبرلم صح الأولاء باليعني المحاضرات اللي فاتت احتيين نحن عليها بالبدأ احنا عندنا لن المناطق اللي هنا مأشرات هنا عندنا المنطقة رقم واحد اللي هي هاي اللي هي منطقة شنو سميناها اللي هي أو نها يعني الدلتويت أو منطقة ال� counselor joint أوكي matchين نحن على الدلتويت عضلة الدلتويت بالمحاضرات اللي فاتت وقالنا موجودة هنا فسموها نسبة أل أوكي أو نبدأ نسميه Shorter Joint نها يعني منطقة ال cheer to fire إذا بنا نسميةه كمفصل بس ذاك عضلة سميها دلتويد واضح ليها العضلة الدلتويد هنا ثاني شي ليه كلافي بكتورا ترينجل قلناكم في المثلثين تفوت ببعض الأمور وكذا هاي احتيناكم عليه احتيناكم هاي مهمية بمحاضرة على منطقة البيكتورا الريجن اللي هي المنطقة الصدرية صح لو لا واحتيناكم على العضلات البيهة والعصابة تغذيها العضلات وكل التفاصيل والبريست وهالأمور وراح احتيناكم عندنا في المنطقة سميناها الأجزلة وكاي ليها منطقة البيكتورا صح لو لا واحتيناكم تفاصيلها ومحتوياته والحدود مالتها وراح احتيناكم شنو عندنا منطقة السكابلة ريجن وكاي ليها منطقة السكابلة شا你有 مهمية العضلات البيها والأعصاب لتغذي العضلات وكل التفاصيل الخاصة بيها تمام هس كاملنا هذا عني وصلنا وين وصلنا للمنطقة اللي ينسميها الأمور اوكي ها هي منطقة الأمور واضح تمام هاي الانتيرير أمور هاي وقت بسارة الاعين وهي رقم ستة وهي رقم ستة هنتعرف بكل بساطة على شنو الشراين الموجودة بالمنطقة ستة شنو الامس اللي هاي الأوريدة الموجودة بالمنطقة ستة شو الأعصاب الموجودة في المنطقة رقم 6 شو العضلات موجودة في المنطقة رقم 6 واضح؟ أكو إذا كفة فيشية كون نكتبتشي موجودها ما حنحك يعليه كذلك المحاضرة لأخر نحن حتش على المنطقة 7 تمام؟ نحن حتش على إذا كوش عضلات شكو عصاب شرائن وهالتفاصيل وبالمحاضرة لأخر ما حنحك إن شاء الله لشنو منطقة الكيوبيتال فوسي اللي هي هالمنطقة هالمنطقة اللي هي كيوبيتال فوسي وعندنا الائلبو اللي هو هذا المرفق المفصل مع المرفق تمام همين نحكل على المحاضرات اللي قدام إن شاء الله يعني كجوينت بس إحنا كمنطقة هنحicion إن شاء الله هالمحاضرة على منطقة الانتريار آم اللي هي ها المنطقة تمام وراء بالمحاضرة للخ إن شاء الله هنحệ على البوليستيريار آم والكيوبيتال فوسي شكوا شراين شكوا أعصاب شكوا فينز شكوا عضلات موجودات إن شاء الله هنطرق بس حاليا به المحاضرة حنحكي على الانتيريار ام وبالبداية مقدمة تمام عندنا هالمناطق اللي احنا نعرفها منها عندنا يعني من العظام عندنا هنا الكلافيكل اوكي وعدنا هالسكابلة وعدنا هالهيومرس تمام وعدنا الراديس والالنا اوكي عندناكم عندنا ان هالمنطقة يعني او مفصل الشتف نسميه تمام وهاي سميها منطقة الارم اوكي هاي سميناها منطقة الارم شنية عظمة منطقة الارم اللي هي الهيومرس اللي احنا نحكي عليها كل شوائي وراه يجينا مفصل الالبو تمام مفصل المرفق يتكون يعني يعني اللي يجن وراه منطقة الفورام اوكي يتكون من العظمتين اللي هي الراديس والالده وراه عندنا مفصل الرست او نسمي راديو كاربال جوينت وهمين تجينا وراها الهانتر تمام فارد السلداري يضطيكم يا هالفكرة كلها انه احنا نقسم المناطق حتى تسهل عين نانقسمها الى جوينت ونقسمها الى شنو نقسمها يا هاتف مناطق اوكي الارم ريجين. وراها الالبو جونت وراها الفور ام ريجين وراها الرس جونت وراها جنو الهانت. واضح? فاحنا بالمحاضرات اللي فاتت احكينا على الانتباطات والشوردر بشكل بسيط تمام? وحكينا على السكابلاء على هيومورس شوية منها. على يعني البكتور ريجين على السكابلاء ريجي. كملنا هذا الجزء الفوق تمام? كملنا هذا الجزء الفوق. هذا كله كملنا. سواء بالظهر او بالصدر. زين. والابط همين كملناه. صح لولا? شو بقعدنا اللهم الأخصية والسيولى والمفاصل و ها يكملنا التشريح قاله جميعا والمناطق اللي بياتي اللي هي لهيومرس الـ forearm ايقصد الـ arm والـ forearm والـ hand واضح طلاب فخلونا ببالكم انه هيتش التقسيم انه عندنا احنا جوينت ومنطق انه بجوينت بمنطق انه بجوينت ومنطقة واضح وكل جوينت هو خاصة في المنطقة وكو عدنا عظمة خاصة بمنطقة احنا العظمة اللي خاصة بمنطقة الـ arm هي عظمة ليهيومرس واضح فحن احتاجها من المحاضرة وحن احتاجها من حاجة على الـ radius والـ none اللي هم يشكلون جزء من منطقة الـ forearm واضح طلاب فخلونا بس كمقدمة انه شوين حن احجيو سحن للـ arm region منطقة الـ arm وان صارة هناك محاضرة حن احجي على المنطقة رقم 6 والمحاضرة اللي خلونا حن احجي على المنطقة رقم 7 والمنطقة رقم 8 تمام والمفاصل لدينا انه المحاضرات مفاصلة ان شاء الله بس هاي قلت لكم وراه نكمل 4 arm كهمين كعظام كعضلات كشراين كاوردة كعصاب وراها الـ hand ان شاء الله همين اضام عضلات شراين عصاب اوردة وراها ان شاء الله المفاصل وراها محاضرات اضافية ونكمل ان شاء الله واضح طلاب هاي قلنا بس كمقدمة حتى الفتحون واحدة نحجي وقلنا لكم عدنا الـ anti-compartment نسميها لفلكسر ليش لن هي تسوي فلكشن وقلنا لكم عدنا الـ post-air compartment شنسميها نسميها extensor فسا يجي نبلش فنبلش هنا باول موضوع اللي هو يعني انا حنبلش من برا ونفوت لجو فاول موضوع اللي هو شنو اللي هو الفيشة اللي حيطنا بالقار تمام طلاب فاحنا عدنا تعرفنا بالمحاضرة الثانية على الفيشة ومكونات تمام تعرفنا وحنا شعردنا عدنا احنا ببداع الـ skin اللي هو جلد مالتنا وقلنا الجلد مالتنا هو skin بي شنو يعني يتكون من طبقتين اللي هي الإبديرمس اللي هي البشرة اللي هي اللي فوق وعدنا الديرمس اللي هي شنو الأدمة وقلت لكم أنه ديرمس بحرف الدال أو الـ D والأدمة بيها الإد فديرمس وأدمة وقلت لكم أنه الإبديرمس هي إبي يعني فوق فإذن هي فوق الديرمس فهي البشرة فوق الأدمة تمام قلنا وراء الديرمس حيجينا في شي سمي الفيشي قلنا عدنا سوبر فيشي الفيشي ودي فيشي صح ولا إنك من السوبر فيشي الفيشي ما عدنا يعني ذيش التفاصيل نذكرها علي واضح لن هي مجرد شنو هي مجرد أنه يعني مثل الدهون ده شوفوا هنا حتى حطيكم مثل يعني دهون أوكي سمي سب كوتينس يعني تيشي أو فات يعني مجرد عبارة عن دهون موجودة فما عننا ذاك الحاجة علي أكثر حاجة عدنا هو شنو الدي فيشي أكثر حاجة عدنا عن الدي فيشي ليش لأن الدي فيشي حتحيط دنا العضلات وكل منطقة لها دي فيشي خاصة بها باسم معين تمام وهاي الدي فيشي حنشوف أنه فيه مكان إليه هاي عدنا الدي فيشي صح لو لا ليس أشرت أو هو هذا الخط الأحمر هذا الخط الأحمر سأسوي هذا هو الدي فيشي تمام أي شي فوقها شنو حنسمي سوبرفشل واضح أي شي جواها رحنسمي دي تمام فأي شي يعني يعني حيمر يقول حييعبر من سوبرفشل للدي فهو حيطب جوا الدي فيشي أي شي فوقها هو شنو رح يروح سوبرفشل واضح فهنا عدنا هنا أكو عدنا التراكيب رح نحنحشى عليها اللي مثلا حيقول لك ببدا سوبرفشل بعدين صير ديب أو بالعكس فهذا عدنا مهم أنه نوقف عدية ديب فيشي ونفتهمها أنه يه شي تحيط وين موجودة شنو الأماكن مالتها واضح فهذا عدنا هنحشى عن ديب فيشي اللي هنخصصها بالذكر واللي هي الإبي ديرميس ديرميس سوبرفشل فيشي عدنا يعني ما نقول هنحن متشابهات بكل الجسم أوكي بس يعني غالبا عدنا به نسبة تشابه عالي الاختلاف أنه بالديب فيشي والمصل المصل بتجسم مختلفات من ناحية الكثافة من ناحية القوة من ناحية العدد أوكي ديب فيشي بياختلافات راح نتعرف عليها إن شاء الله فلي هذا نحن حتشحن ديب فيشي وعلى المصل هسا حمبل شحنة بالديب فيشي واضح يقول لك أن نحن هاي منطقة الارم اللي هي منطقة الذراء أوكي اللي هي هاي قلنا هاي عدنا عظمة الهيومرس وهي منطقة الارم اللي هي نفسها هاي تمام أو اللي هي نفسها رقم 6 رح نحشى عليها زين شبية عي رقم 6 يقول لك the arm is enclosed in a sheath of deep فيشي يقول لك الارم اللي هي ذراء معاتنا هتكون محاطة بغطاء من deep فيشي يوان الغطاء حسين شوفنا يا هذا هو تقريبا اللي بالنون الاخضر واضح وش نسميها نسميها برايكيال فيشي ليه سميناها برايكيال فيشي برايكيال معناتها arm واضح و برايكيام معناتها arm صح لولا برايكيال فيشي يعني الفاشي مع للارم واضح في السور هاي التسمية اللي هي باللون الخضر هاي برايكيال فيشي جزين عرف ناس الفاشي يقول او الشيث يقول this sheath sends two septa أو septum into the inferior of the arm أو interior of the arm اوكي يقول هذا الشيث رايح يدزلنا two septum إلى الانتيرير مع الارم أو للداخل مع الارم ها يقول لك تشوفون هذي البرايكيال فيشي وهنا دا شوفه هذا ليه برا دا شوفه انه دائر دائر ما دائر الذراع ماتني للداخل رايح يدزلنا فات قسميا هي جي قسميا بس اوكي يقول لك حيدزلك فات two septum او septa عبارة عن شنو مثل الحاجزين حاجز موجود medial ليش medial للهيومرس او medial للآن وحاجز وين موجود موجود lateral اوكي هذا lateral نحن هذا المedial وهذا lateral فهذا سمي lateral facialungkin الي هو هذا وهذا medial facial الي هو هذا واضح طوح هدينا الفكرة او المبدأ المedial إجرام المهم يمكن محدود ملتنا ملتنا هذا الميدع الملتحي وهذا اللاترال بجزء الميدع المالتع قليلاد نف Big Fasial Satom اوكي الحاجز الموجود ميديا لي و هو الكون من فاشي اوكي بجزء وباللاترال مالا موجود هو الاترال فاشل سبتم يقول لك on the lateral side of the arm is called the lateral facial septem بتجزء اللاترال اللي هو هاد هنا اللاترال هذا اللاترال عدنا فجزء سمي lateral facial septem واضح طلب زين يقول لك The medial and lateral facial septa are attached to the medial and lateral supracondylar ridge of the humerus respectively يقول لك الارتباط مالتهم من جو وين هيكون إذن فالمناطق الطلاب بالhumerus أنا حندرسها إن شاء الله إحنا ما درسنا الhumerus كاملة فهندرسها إن شاء الله بس هسه بس كفكرة إن مناتق من نوصل للجو من الhumerus نسميه medial supracondylar ridge و lateral supracondylar ridge ليش سميناها medial لموجودة medially ليش سميناها lateral لموجودة laterally تمام زين السؤال هو شون يعني ridge يعني مثل هي تبروز يعني دع شوفونا شوال عدنا هي تي أوكي ridge مثل هنقول الحافة مالتة أوكي فهاي ridge هي تي يعني مجرد عدنا هاي الميديل وهاي اللاترال فهاي medial supracondylar ridge وهاي اللاترال supracondylar ridge أوكي ليش سميناها supracondylar لأن هنا فتشي نسمي يعني epicondylar أوكي إنها نسمي epicondylar فهي supracondylar يعني فوق هاي epicondylar واضح؟ فوق هاي يعني فوق epicondylar فلاذا سميناها supracondylar supra means above فهي supracondylar يعني فوق هذين lateral epicondylar والmedial epicondylar يعني تبطان به هالمناطق اللي اللاترال يعني lateral supra condylar ridge و medial supra condylar ridge بعدنا هذني تشوفوا هنا شوء عندنا هذة medial facial septum دا ينزيل دا يتصل بال medial supra condylar ridge وعدنا هذة lateral يعني lateral facial septum دا ينزيل وان دا يتصل دا يتصل بهاي اللي هي lateral supra condylar ridge اللي هي هاي قصدي يعني هنا واضح؟ هنا قصدي هذنه هنى الميدا واللاترال السوبرا كون دايلر الرجل واضح طلاب انا هذان الهنى دا يتصلون يعني هذا المقصد تمام اعدلهم للسهم يعني الاسهم ان شاء الله هنا شوية المفروضة اصاعدهم واضح فمو مشكلة سحاليا بس خلوا وبالكم ان دا يتصلن بهذان الهنى الرجل هذان الحواف واضح هذان نعدكم استعدلا واضح زين نجي نكمل يقول لكم ذاس ديفايدين زين وح يصفن؟ زين احنا عندنا أدنا فاشية و 재�جل لك الفاشية يجزلك يعني تو سبتم للانتيريار او للداخل ما للارم. زي وحد يصفن 뭐 السبب هالشي اقول لك ها هو?, يسأل أقول لك رح يار يقسم الارم إلى انتير و بوستيريار و فاشيال كنبارمنت او اذا يعني يقول لك هذان ال two سبتم الحي يفصل الارم الى انتير و بوستيريار وس اشيال كنبارمنت وبوستير كومبارمنت هيا عدكم صورة وضح عدكم هنا هذه الميديل يعني نيور مسكلا سابتام أو الفيشل سابتام وهذا عدكم اللاترال يعني فيشل سابتام وهذه هو مرس وهذا اح booming هنا هنا ده يقسم هنا إلى انتير كومبارمنت وبوستير كومبارمنت طبعا هنا نباع احنا بالعرض تمام فهاي عدنا الفكرة هنا وطبعا عدنا الميديل يعني فايشل سابتام حيكون لاردر وهيكون أكبر وعندنا lateral facial set هيكون smaller أو أصغر واضح فهيعدكم الصورة هنا بدي يقسمها إلى anti-acompartment و post-acompartment يعني شو عدنا هاي له يومرس وعندنا منا medial facial septum منا lateral facial septum فان قسمت إلى anti-acompartment و post-acompartment الموجود لي ورا post-acompartment اللي موجود لقدام anti-acompartment واضح طلاب فايخلوني ببالكم كلش 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 مهمة الملاحظات واضح طلاب زين نجي نكمل يقول لك الام region contents of anti-acompartment of the arm ها يقول لك احنا مو قدنا عدنا anti-acompartment يعني anti-acompartment anti-acompartment post-acompartment يعني يقول لك المنطقة اللي قدام ما الام شنو بيها انت سقلت لي انو يعني عدنا anti-acompartment احنا مبدأي بهالمحاضر حنناقش anti-acompartment واضح فيقول لك شو ينو بيها anti-acompartment شنو بيها البوستير هالساحة نتشعل انتيرا تحتو على شنو عضلات muscles contain muscles blood vessel او عدموية سواء arteries او veins ونرف اللي هي شنو اللي هي اعصاب واضح يقولوا تشريب ريزنت باي اللي يمثلها شنو يمثلها ادنا عدنا نسميها بايسبس براكي اوكي ادنا نسميها كوراكو براكيالس ادنا نسميها براكيالس اوكي زي لسا قولكم بايسبس براكي بايسبس يعني ادها توهيد ادها راسيا براكي related to the arm يعني العلاقة بالارم يعني شنو يعني نفتهم انه اكو غير عضلة ناخذها ان شاء الله باللاورلم او بالرجل اسمها بايسبس اوكي فيمرس تمام يعني العلاقة شنو العلاقة بالرجل مالتنا فلهذا اسمينا بايسبس براكي تمام براكيالس اللي نقصد بها انه براكيال او يعني اوكي براكيال يعني العلاقة بالارم باليد يعني من اقول لك بس بايسبس حقق انه تفتيماية بس اليد بس اقول لك لا تمام مفوضي مفوضة انا حدد لك اقول لك عيني ادنا بايسبس براكي فاتت تفتيماية داقصود ما ايدك اذا اقول لك مثلا بايسبس فيمرس فداقصود ما الرجل فهي فكرة فلاذا اسمها بايسبس براك عدنا عضا اسمها كوراكو براكيال من اسمها كوراكو هذا مرح علينا اسم طبعا طلاب وهي مرح علينا كوراكو مينز انه العلاقة بال كوراكو تتعلق بيو ساعة شو شون براكيال يعني تتشلب هميا بالارم بين قوسين تتشلب بالهيومورس عدنا فضاء اسمها براكيال اوكي هميا يعني العلاقة وتتشلب بالارم واضح فخلوا ببالكم انه اي عضلة لها علاقة او موجود بيها كلمة براكي لها علاقة او related to the arm ريجين واضح ادنا فد آرتري حنشقلنا هالمنطقة اسمها براكيال ريجين او آرم ريجين فاذا نفد آرتري اسمه براكيال آرتري واضح وبيفد براكيال همين يمشون اللي قدام احنا قلنا قلنا الاجزيلاري رح ينفض يعني ما رح ينزل كله شوائيال واضح فالاجزيلاري ما احنا اطارق لطلاب احنا اطلقنا كل البي تقريبين يعني بالمحاضرات اللي فادت اوكي فحنحش على البقية اللي بقى ادنا المسكولوسكليتال نيرف ادنا الميديا وادنا الالنان وادنا فاد واحد رابع احنا قلنا هذن ثلاثة وعدنا الاجزيلاري هو الرابع وقفة خامس نسي مين راديل راديل طلاب مو كلش او مال علاقة ريليتيد بشينو بالانتيا كومبارتمنت مع الارم فحناخذ وين ناخذ بالبوستيا كومبارتمنت مع الارم ان شاء الله ويعني فاد اربع خمس صفحات ناخذ بكل التفاصيل ناخذ ان شاء الله بس احنا نركز من الارتر وبرانتوات مات المسكولوسكيديتال نيف والميديا نيف والألنال نيف واللي احنا نحتاجه بعد هنعيد الي قدام من هن هاي بس مجرد العضلات الشراين والاعصاب وهما لدينا فتفين هناخذ ان شاء الله يعني هن علاقة بها المناطق بس الفين احنا هناخذ بشكل عام لاني ما يمشن بس بالانتير ولا يمشن بس بالبوستير واصلا لازم احنا نفتهم الفين انه مين يجا واضح فاللي هنحتي حاليا بها المحاضرة اوكي زيان احنا نبليش بالمسلز احتي احنا على الفيشي حاليا كل بسيط وعام انه لدينا الفيشي بها كذا بها كذا هي بتحيط وتقسم الى النقس مين وكي انه فايشل سبتم وتفاصيل كلش المما بيشوف تهمناها الصور وقلنا يتشلم من الاترال والميدال والميدال واضح طلاب زي عدنا العضلات مع الابرلم نحن على ذن الأربعة بالبكتوري جن قلنا بكتوراس ميجر بكتوراس ميجر تبكليف سراتس ورح تشاهكم على عضلات دلتويت سبراسبانيتس انفراسبانيتس تيريس ماينر تيريس ميجر سبسكابلس تابيزيس لاتسمس دورزاي ليفيتر سكابلي رومبويد ميجر ورومبويد ميجر رحشين على ذني كلهم دقريبا ووحشين عليهم كلين واشن دقريبا اوكي نبدأ بالجزء اللاخ اللي هو ما يخص ذني ثلاث عضلات اللي هي البايسبس براكي كوراكو براكي وبراكي كلين ذات بوهم بيه كلمة براكي 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 واضح فإذن هذا ما ينص او ما معناه انه related او علاقة بالارم هذا تشوفون يعني فالعضاء اللي يجي هم مذكور بسمية triceps براكي عضاء الترايسبس يعني بيها ثلاثية رؤوس وهم related او علاقة بالارم واضح طلا فإذا رح نشوف ذن العضاء ان هذا الجدول ان شاء الله احنا يمنح شبي بس خليش بداية صورة انها صورة هاي عضاء البايسبس بيها شنو بيها كلمة باي يعني ثلاثية فبيها هذا وبيها هذا وواضح يعني رأس طويل ورأس قصير انا فالعضاء نسميها الكوراكو برايكالس اوكي اللي تنزل البرايكام عدنا فالعضاء نسميها برايكالس واضح تمام هسا نحكي عليهم طبعا اوكي عدنا هنا برايكو رجالس هاي يعني ما لنا علاقة بها حاليا بس هاي حتى صورة تجمع حم يعني نسن واضح زي عدنا هاي البرايكاب لكسيز قلنا انو عدنا هنا هنحتاج المسكولوسكليتال نيف اوكي والميديل نيف اوكي والألنال واضح واذا هنحكيكم اياها قلنا انو عدنا روت ومن الروت حيجون مهم من الانتيرا يما يمار روت عدنا سي خمسة سي ستة سي سبعة سي ثمانية تي ون يعني قلنا من سي خمسة الى تي ون صح لولا طلاب ورا قلنا رح يكونون ترنك قلنا عندنا سي خمسة وستة يلتقون يكونون سبعة ترنك سي سبعة سي ثمانية وليس رح يكون كامل مش السبعة ترنك رح اضعينا انتير وبوستير قلنا البوستير شنو البوستير ثلاثة رح يكون انفجه اسمه يعني من ثلاثة من السبعة والمدو انفجه ترنك رح يكون فش اسمه بوستير شنو بوستير كورت هذا نحف على صفحة ما حنحش علي لنقلنا البوستير كورت الى علاقة شنو الى علاقة بالبوستير يعني part of the arm واضح او بوستير كومبارمت of the arm اللي هو بالرادية ما نحش عن هنا على الميدل والسبير رح يضعون انتير الانتير 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 المسكولو سكليتا وحطينا lateral branch of the median nerve رح يمشي عندنا الانفير trunk يكمل كانتير division والانتير division يكمل كميد الكوت وقلنا الميدا كوت رح يحطينا النه ويطينا الميدال يعني part of the median nerve ورح يكملون اللاترال والميدال branch يطلونا الميدال فإذن ثلاثة حنحش علينا انشاء الله لسه عرفتو من يجي كل واحد وقلنا عدنا بعض نيرفات وحنحش عليهم بعد اكثر انشاء الله تبع اللي نحتاج تمام فهيا عدنا حاليا يعني break up lex اللي ما يذكر وحش على تفاصيل كل واحد ومن يجي وهال تفاصيل كل هيا زي عدنا هذا المخطط وره ما نكمل الشرح مع العضات رح نحن عليهم نشوف شنو اللي ذاكرة مبدين طلاب عدنا احنا اول شي نبلش به اول عضا نبلش به عضا البايسبس اوكي البيس عيز باي تو هيد الها شنو الهراسي انتجي منها اوكي بيها فاتش سمي لونغ هيد اللي هو الرأس طويل يعني الطويل حيكون وبيها فاتش اسمه short head اللي هو راسق صير ونفس ما قلنا انو عدنا اربع شغلات بالعضات عدنا origin insertion وعدنا innervation وعدنا action عدنا بدال origin يقول لك long head long head originates from the supraglynoid tubercle of the scapally تمام حتى نحن انو عدنا بالسكابلة فاتمنطقة سميناها supraglynoid tubercle اوكي هيا عدنا السكابلة وهالصورة شايفية قبل انو عدنا فاتشي اسمه اللي glenoid cavity اوكي هاذا glenoid cavity اللي يتشلب بي شنو يتشلب بي الهيد من humorous وين يتشلب بي الهيد من humorous حيصر عدنا shoulder joint صحيح ولا فقلنا اكو جوا فاتشي سمي infraglynoid tubercle اوكي وقلنا جوا يعني فوق ها فاتشي سمي supraglynoid tubercle فالlong head من ياخذ الارجمات ياخذ من ها المنطقة واضح يقول لك short ها يقول from the tip of the coracode process of the scapula ياخذ الارجمات من tip الطرف من coracode process تعرفوا انهم قلنا لكم ان الاسكابلة بيف 20 سمي coracode process يعني عبارة عن بروز فقل ياخذ من الطرف من هذا coracode process واضح فسأدنا supraglenoid tubercle وقلنا ليسمينا supraglenoid لان 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 بما ان هي فوقها اذا supra supra means above يعني فوق يعني فوق infraglenoid tubercle يعني جوة او انفرا او بلو كافت coracode process اللي وبرز من السكابلة يبرز دي قدامها متاخذ من الشورت ياخذ من origin واضح ازي لسا عرفنا origin مات اثنيات هن لاحظ قدنا هاي الصورة هاي الشورت او كي دا تاخذ من تاخذ من coracode process origin هاي عدنا long هيد دا يمشي هيت او كي وقلنا ياخذ شنو ياخذ من supraglenoid tubercle او كي هاي عدنا صورة الخورة ولا تزعلون هاي احنا عدنا supraglenoid tubercle اللي تاخذ منها او كي تشوفون اش طولة وهذا عدنا الكوراكل process اللي تاخذ من short head واضح فعدنا هذا short head وهذا long head واضح هذا long head مع biceps وهذا عدنا short head مع biceps ولط الله فذن نخلوهن بالك زي فسي يقول لك يعني خلنا حتيا هنسا عن insertion اوكي يقول لك tend يعني the two head fuses at the middle of the arm اذا تشوفون هاي الصورة تشوفون هاي الصورة باعوا هذا واحد تشوفون انو tend ماتن اوكي او الاوتار ماتن منفصلة بعد ايش يتغربيهن راح يلتحم باعوا شون هنا صار التحام وين التحم بال middle of the arm منطقة يعني بالنص مال شنو مال الarm واضح بالنص مال الذراق ماتن يعني اشوفون هاي الصورة مثلا قدنا هاي الarm احنا كلها اوكي قدنا الarm تمام هنا تقريبا تحت بالنص مال واضح وينها منفسي انو اتحدن تقريبا اذا هاي احنا الarm كلها فانو اتحدن تقريبا بالنص مات يعني هنا تقريبا الarm اتحدن بالنص مات ويسوي الانسائل بمكان يقول لك يسوي انسائل شم فاشنسمي bicepital tuberosity of radius عفلا او اقصد يعني فد يعني فد عظمة اسمها radius انا حاجين عليها اوكي radius بها فت يعني فت احنا نسمي يعني فاشنسمي radial tuberosity اوكي او حنسمي شنو بعد حنسمي radial tuberosity او رحنسمي ايقال هنا قال bicepital tuberosity اوكي فعظة يعني العظمة اللي هي شنو اللي هي radius هاي هي عظمة radius يعني عشان عليها اوكي هاي هي عظمة radius يقول لك بالradius اقصد شنسمي radial tuberosity او radial tuberosity فهي البيسيبس رح تسوي الانسائل شمالتها على هذا الجزء اوكي تسوي الانسائل شمالتها على عظلة او اسمه شنو اسمه radial tuberosity ونتعرف عليه ان شاء الله ليك الدم يقول لك باي مين of bicepital aponeurosis into the facial of the medial aspect of the arm يقول لك شنو يقول لك اكون عنا فتشي هميا حنشوفه الى علاقة بال biceps فالشي سمي bicepital aponeurosis اوكي ورح نحكي احنا علي يعني ليك الدم شاء الله biceps aponeurosis اوكي عبارة عن يعني عبارة عن مثل aponeurosis قلنا عبارة عن tendin اوكي الى علاقة بال biceps هنتعرف علي لي قدام بس حاليا خلوا ببالكم اوكي خلوا ببالكم حاليا تمام وقال لك into deep facial of medial aspect ما الفور يعني هذا يقول لك biceps أو bicepital aponeurosis يتشلب وين يتشلب بالmedial aspect ما الفور عم يعني اذا عدنا هاي الفور عم اوكي انها راح تشلب biceps وكفت شي قلنا العلاقة بيها بيسب aponeurosis وين موجود 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 medial احنا عدنا هاي medial وهاي lateral فهو يتشلب بالradius اللي موجود lateral وكفت شي العلاقة بيها بيسب aponeurosis موجود medial نتعرف علي اكثر هسة بهالسلعدات الجاي بس خلوا ببالكم حاليا بس كفكرة حطيكم هذا الحشي كل عالي هذا الحشي كل عالي اللي هو الجوا تمام لانجي نكمل شين العصاب اللي يغذي حتى فضلكم ياها من الاخير بايسبس براكي والكوراكو براكيالس والبراكيالس بين قوسين المصل الزمان بين قوسين ثلاث عضلات شي يغذين يغذين في العصر ما عدا عدنا لبراكيالس صح يساهم بها لبراكيالس أوكي نير وعدنا شنو عدنا هنا رح يعني يجو يسمي radial نقص أوكي سي خمسة وسي سما في كل اللي يغذيها يعني بس براكيالس اللي يغذيها radial بس جزء small lateral part جزء lateral صغير من عدا حيغذي radial نعم أوكي فعدنا المسكولو cutaneous رح يغذين هذن الكل العضلات مسكولو cutaneous واضح طلب زي نيجي نكمل لكم ف it's innervated muscular skeletal هاي اختصال نحن مسكولو cutaneous بيد أقول muscular skeletal muscular cutaneous فإختصال لكم هنا الثلاث عضلات أنه شي يغذيها وقلنا أن العضلة الأخيرة اللي هي brachialis همين رح يغذيها radial جزء lateral غير معده شنو الاخشي مات it's regarded as strong supponator of the forearm اوكي مزيئ يقول لك يعني strong supponator حتش لكم عنها بالمحاضرة الأولى أنه عندنا مجموعة من الحركات قلتكم أنه عندنا هاي الحركة طبيعية neutral هي متعادلة إذا تيد التهيج تسويها يسميناها supponation واضح إذا تيد تسويها يسميناها pronation يعني إذا تيد تطلع الانت compartment قدامك هاي supponation إذا تيد تطلع الpost compartment قدامك هاي pronation واضح وقدت لكم أنه تحفظ أنه إذا تلزم سوب بالبداية أو تلزم خاشوقة تلقط بها سوب فتسوي التهيج ف supponation سوب ايتي يعني الفكرة وليلي يحفظ خلي يحفظ بكير هاي supponation ليه heichi وهال pronation ليه الحركة فهي شنو أو عندك هاي الصورة هاي supponation وهال pronation واضح حتى تفتهم زين فعدك شنو هي strong supponator قعد نفت قاعدة الطلابة اللي أحتيكم عليها تمام اللي هي قاعدة أنه تشغل نحن نجي على عضلة البايسبس مثلا أوكي هاي عضلة البايسبس طلاب هاي وين دا تاخد منها يعني دا تعبر مفصل الشولدر وهي ماخذ رايحة للردي لان دا تعبر مفصل الألبو قصدي فمنطقي هي عابرة منطقة شنو هي عابرة منطقة الشولدر أو مفصل الشولدر وعابرة مفصل الألبو فهي الألبو إنما تشتغل أثنيات بس حنفتهم أكثر بالعضلات الجاية قدنا عضلة مثلا الكوراكو براكيالس هاي لاحظها كوراكو براكيالس مثلا تشوفوها تسوي أورجين من الكوراكوي ونسيش للأم فهي دا تعبر بس الشولدر ماذا تعبر ماذا توصل للألبو فإذن هي توقع وان تشتغل تشتغل بس الشولدر واضح زي البراكيالس تنشوف أنه تأخذ من نص الهيومرس وتتنزل للألبو هي تلاحظ أنه معابرة ما جاي هيتش فوق الشولدر ما جاي هيتش فوق الشولدر هي أصلا جوا الشولدر فإذن لاحظ أنه الأكشن مالتها إلى علاقة بس بالألبو فهي هنوضح أكثر أو هنفتن أنه البايسبس ستشتغل على المفصل الألبو والشولدر لأنه يعني حتو عبرهم ثياتهم وما تختلف ذات وتقولون تسوي هي شنو أحنا قلنا أنه هنا كل شي أكو علاقة بين أنه نقول أنه تتسوي للأرم نفس ما نقول تتسوي للشولدر جوينت واضح ومن نقول نحن تتسوي للفور أرم نفس ما نقول تتسوي للأربو واضح لأن الحركات هي مرتبطة فمن نقول تتسوي لأرم نفس ما نقول تتسوي للشولدر ر SOI نقول تتسوي لأرم نفس نفس ما نقول تتسوي للأربو ونقول تتسوي للفور أرم نفس ما تتسوي للأربو واضح طلاف يخلو الفكر أنه لا تفرق التحالين أتقول باسم المفصل له باسم المنطقة لأنها يقول لك سابونيتر مال فور ام يعنيل البو جونت صح لا لا يعني تخليك تسوي ايج حركة تمام زيج للبل بو دي اطلال يقول لك باور فولفلكسر أوف دي ايج قولك يقول لك يعني يفتد سوي فيك بصورة كل شي قوي قوي لالبل بو دي اطلال هاي السهل الحركة اي واحد بكم يقدر يقلص هاي هاي الاكسنشن هاي الفلكشن انت جي التهيش تتقلص ايدك واضح؟ هذا الفلكشن بزيب يبقى ادنه قلنا اشتغلت على الالبو سوت حركتين سوت سابينيشن وسوت شن وسوت فلكشن اويكي فلكسر اف شلدو جواند يقل لك فلكشن هاي شلدو جواند انه تتحرك الايد كل هاي فاتهيش الفلكشن انه تتقدم ايدك لقدامه فهي الفلكشن او شلدو جواند اذا تيت تسوي اكسنشن رجح واضح ووورجح اكثر ه Aly-A H Heels فليفلكشن انه تتقدم ايدك لقدام Education انه ترجح ليوره باس شوف انت الفارقة انه هنا الايد كامل اهن بس يعني ايد كاملة حركت انها سوت بس شوف حركت بس هذا الجزء كتبس هذا الجزء حركت بس هذا الجزء phrase انت تشوفها تقريبا هذا الجزء هذا الجزء هو نفس هذا الجزء بس حرك بس هذا فليهذا الشغل صار بس على الالبو واضح؟ بما لو يحركها كلها الشغل ماته وان يصيرها على الشولدر ليحركوا هاي شفوون شون ده يحرك الإيد كلها فإذاً ده يحرك الشولدر واضح طلاف عاي خلوهن ببالكم زمان زين هسن نجي نفتهم بعد الميكانيكية مع الحركة ليش ده تصير هي احنا قلنا انه الحركة عندنا ده تصير مين ده تصير من الوين من ال يعني من ال يعني احنا عندنا الورجين والانسيرشن فالحركة تصير من الانسيرشن الورجين فاذا اتعدك هي العضلة هيا الورجين مالتها هنا تمام وهيRなんها الخلانة غيرy الورجين هنا والانسيرشن هنا تمام فهاي الأورجين وهذا الانسيرش فالحركة هتكون من الانسيرش الوريجين يعني حتكون إن televisي oy الطلاب ركزوا اي احنا شرقن قلنا ايوان حتشلب؟ حتشلب يعني حتشلب هي بالبايسيبتال تبروستي من راديس اوكي يعني حتشلب شنو حتشلب يعني ايوان حتشلب حتشلب لاترالي صح لولا زين وقلنا همين حيث عادها فتشي اسمه بايسيبتال أبونيوروسيس فمن صير تجليبه هنا من هي حتشلبه هنا طبلا بايتكم تركزون تخيلوا هي ده تشلب السهيه هنا مثلا اوكي وقلنا احنا الحركة اوكي الحركة وان حتكون هتكون منين ساشي الورجين فهيج حتكون الحركة تمام فهميا يعني شو نقول رح تسحبها للجهة البره اوكي ومن تسحبها للجهة البره فاتش ديش سرلت تعدك ديش سعدك سابونيش واضح هاي بكل بساطة يعني حتى لات اخون بيه بقاعدكم شو نسوي فلكشن لشولدر جوند كل بساطة لين هي تعبر الشولدر جوند فالحركة ما تحكون هيجي فاذا نحنسوي الشولدر جوند رح تجي هي الحركة منين ساشي الورجين فرح تجي ترفع اليد وضع رح تجي بما أنه هي تشلبة منها أوكي منها إلى هنا فهي الحركة مات حتكون هيتي يعني تمام؟ هي موجود لي قدام في الحركة يش رح تكون ماتة فلاش رح تسوي؟ رح تقدم اليد هيتي مش حيصر بدك؟ رح ترفع هيتي وضع طلاب باعب أسخلوهن ببايتكم للي ريدي يعني يفتي من وش دون ساعة الحركة وضع طلاب وقد عندنا هسه عندنا تندن ما للونج هينت يعني أنتو شفتونو شوية بفد فكرة وحاجكوما احنا كل شوية مركزين عليه لكن نحن نتدن مع اللوغ هينت crosses the humeral head within the capsule the shoulder joint يقول لك عندنا احنا فتشي فتشي احنا نسميه اللي هو shoulder joint كله مفصد شتف كلك مفصد شتف بفتشي اللي هو شنو؟ اللي هو الكابسولة ناخذ ان شاء الله في التفاصيل بالshoulder أو بالجونت فتشي يسمى مثل الكابسولة تشوفون انها شون اللوغ هينت ديفوتوا بداخل الكابسول صح الله هاي الكابسول ما shoulder joint ديفوتوا بداخله طمع فائبة سريد يقول لك يا كابسول ما shoulder joint emerge from the joint surrounded by synovial يقول لك انه فتشي همين بالجونت نسمي synovial فالخطة احنا قدنا انواع طلاب من الجوينتات من ضمن انواع الجونت قدنا فتنوع نسمي synovial joint فيقول لك يحط بفتغط نسمي synovial فيقول لك هذا احتظهر من الجونت ومحاطب فتشي ثي نسمي synovial joint نحجي عليه اكثر ان شاء الله محاضرات جوية بس حاليا بساركلوا على الفكرة المهمة and lies in bicepital groove طبعا احنا كلش لاحظ عليكم بالمحاضرات اللي فاتت تقوموا قعدنا فتشي هنا بالhumorous شي نسمي semi-inter-tubercular groove او bicepital groove او inter-tubercular sulcus فقدنا تفوت بي فالعضلة شيني هاي العضلة هاي العضلة تفوت هي long head ما البايسبس براكي واضح فيقولك راح يعني حتكون هنا محاطة بالكابسوم short joint وبالسا نوفيال وقلق راح تطلع حتفوت قبل bicepital groove وراح تنزل وتنزل همين short head يعني من الكورا يعني من الكورا والبروزز والبالنص ما للارم راح شينو راح هنا راح يتحدن ورايروح ان يسوين insertion بالradial tuprosti او bicepital tuprosti ما شينو ما للبايسبس وقلنا كفت شي الى يعني هنا رابط اللي هو bicepital open neuroses راح نتعرف عليه هس تمام طلب زي خلنا نحن نجي انكم او حال ما يخص البايسبس والاكشن مالتها او خلني جعل الجدول نشوف اشغال عليها الجدول يقول short head يجي من tip ما الكورا كورا سكابلا ما فرقة من long head يجي من السوبراغ للنو تيبر كل ما مالس كابلا ما يحتي عليها قلنا دستال اتاتمت يصير بالتيوب روستي من راديس او قلنا كل راديس يعني عظمة بها فتش نسبة تيوب روستي وقل لك ان فاشي اف فور عم ويجلب هم بالفاشي ما فور عم الفاشي اسم بايسبتل اف الفور عم يعني ساب للألبو ويقول لك وين تسوي حركة او لما تسوي ساب نشن لما تسوي ساب نشن هتقدر سوي فلكش للفور عم يعني شون وضح النحس ها اكبعه يقول لما انتم سوي ايدك بيش حركة هو ساب ساب نش تمام اللي هاي ساب نش يعني تحاط ايده لما تسوي ساب نش هما تقدر سوي فلكش او كي هاي بكل بساطة الفكرة يقول لك همين الشورت هيت يعني رح يفيد او يقاوم الخلوعات لم يصير بالشوردر او مفصل واضح طلاب فاي خلوهن ببالكم كلش كلش مهمات هذاني الافكا تمام طلاب سدي جي نكم للكم العضلات البقية ادنا عضا ينسميه كوراكوبراكالس مصل وعضا ينسميه البراكالس كوراكوبراكالس يقول لك مشو الأورجيمات الأورجيم هو من اسمه كوراكوبراكالس اذا من الكوراكويد arise from the tip of the coracoid process of the scapula واضح كوراكوبراكالس فإذا من التب ما الكوراكويد process ما ال scapula هذا هو الكوراكويد process اللي هو هذا البروز تمام زين يقول لك رانز داون وورد lateral شون رح يصير اتجاه طبعنية لفوق يعني تنزل من فوق اللي جوة وتروح lateral inferolateral إذن inferolateral واضح طلب insertion وين سوي insertion سوي insertion أو inserted into middle of medial side of the shaft of the humorous احنا موعدنا هاي اللي humorous واضح انها عظمة اللي humorous شنو بيها قسم بيها قسم لي فوق اللي هو هذا هذا لي فوق وبيها قسم اللي يجول يقول لك تسوي insertion بالشنو بالنص مالت هي اوكي يقل لك هنا بالmiddle ما المedial side اوكي عدنا احنا هذا المedial side وهذا هو النص تقريبا فتسوي بالmiddle ما المedial side بالنص ما المedial side ما الشاف ما اللي humorous واضح فايب بكل بساطة النص ما للجزء المedial احنا قلنا هاي عدنا المedial وهاي عدنا اللاترال بالنص ما المedial side ما الشاف ما اللي humorous يقول هي غذيها فهذا عصب اسمه مسكولي كتين وحشينا عليكم شوية انا يقول لك insertion بالmiddle surface ما اللي humorous اوكي زي يقول لك تسوي الام بشورد او تسوي الام بكل بساطة يام مفصل شورد ليش لقد عدنا احنا شورد جوينت فهذا تسوي origin منها تسوي انسل شين فهي عابر شورد جوينت فهذا تعبرا صلا تختار قا فهذا هي شنو تشتغل بس عليه زي احنا عدنا الالبو جوينت هو هذي هل هي تشوفوها تتوصل الالبو جوينت لا هي اللي هنا تنتي فهذا شغلها بس على شنو شغلها بس على يعني بس على الشورد ومنطقيا طلاب احنا احنا قلنا هذي شنو هذي سمينان فليش لموجد انتير فهذا تيت حفظها انه كل وساط انه كون ينسون فليكشن اوكي اذا تيت افتهمها انه هي شنو هي الارجمالتها هنا اوكي وننسل شي هنا فهي الحركة مننسل الارجمالتها راح ترفع العيد مناتها راح تسوي شنو راح تسوي فليكشن الوين فليكشن للشورد يعني اذا هي هنا والانسل هنا الارجمال انسل فهي هذي حترفع هيت يعني حترفع هيت يعني حتسوي هيت او فليكشن واضح هاي بكل بساطة الفكرة طلاب انه فليكشن للشورد تمام كل جسالة ومسكول انسل و الارجمال انسل بقى هنا يقول لك flexes and adducts يقول لك همين نسوي adduction ليش يقول لك هين مجلبة مجلبة هنا تمام يعني ها مجلبة بالميدال سايد وانه مجلبة بالميدال سايد فراح تسوي شنو احنا قلنا اتجي تطبقها فإذا هتسوي هي تنوع الحركة صح العلا زي هال اذا تروح ميدال باتجاه الميدال فإذا تتقرب الذراع مالتنا فاذا تسوي قلنا اذا الذراع عيش بعيدة ابداكشن اذا تتقرب هاي الهيوموراس او الذراع هاي adduction في ما انه تتقرب اذن الهوظيفة هميا adduction والله طلاف يخلوه ببالكم تمام انه كلوش تستنتجوه بس هو مذكور نفلك الشورد جوانت زي اتكم البرايكيالس البرايكيالس وين انتهت الكوراكوبراكاس هي راح تسوي الورجين تقريبا يقول واضح يقول لك انت عدك هاي الهيوموراس اوكي عدك هاي الهيوموراس مثلا هاي اتدت باع عليها من قدام اوكي انت عدك هذا الجزء بيها لي فوق وهذا الجزء اللي ورا اقصد اللي فوق اللي جو فهي تاخذ من تاخذ الورجين من الشنو من الجزء هذا اللي هو اللي قدام وتحديدا النص اللي صغير اللي جو واضح وتاخذ من الشنو من السطح الامام ما تمام وين سوي انسير يقول لك باس الدا وانت يقول راح تعبر فوق راح تعبر اللي جو وفوق الالبو جو تمام يقول لك to be inserted into the interior surface of the coronoid process of the elna انت فالعظمة ناخذ ان شاء الله يسمي الالنا اللي هاي الالنا تمام فوق لك هاي الالنا بيه فالبروز أو فالتركيب يسمي coronoid process اللي هو هذا coronoid process تمام فوق لك سوي انسير شنو بال coronoid process اللي هو هذا coronoid process واضح هذا coronoid process في يقول لك انسير شنو بالانتير surface مادة يعني بقدام مادة واضح بالسطح حنا ستنباع هذا الانتير يعني هننباع على الالنا من قدام فهي coronoid يعني نسوي انسير شنو هنا هذا البروز أو جزئ من الالنا واضح it's innervated by musculo as a strong flexor of the elbow joint واضح تشتغل كflexor قوية للأبو وحتى هنا ذاكر لك انه المين flexor انه هي الفلكسر الاصلية او يعني اقوى وحدة اضبط وحدة للشنو للأبو واضح فهي اذي يفتي من الحركة مادة انه يجد تسوي تسوي origin هنا insertion هنا فهي origin هيا insertion فالحركة مادة هتكون هيتش هتكون هيتش هتترفع معناته هيتش هتسوي تخيلو هي origin مادة هنا والinsertion هنا فهي الحركة هتكون من insertion يعني هيتش فاذا الحركة هيتش هتسوي من هترح تجي ترفع وضعت الله فاح الفكرة خلو اباكم اريد سيطيكم فالشغلة سهلة لكم اللي لاحظها منكم انه انه شنو يعني الحاج بعض الله الorigin مع biceps مع short head مين نتيج short head يجي من cortococcus process زي cortococcus مين يجي الorigin مع it يجي من cortococcus process هاي فالضبط نها انه الorigin مع short head مع biceps و نفس الorigin مع corac braccolus زي ان الinsertion مع شنو short head مع شنو مع biceps وين insertion مع short head مع biceps خلنا يجي نشوف يقول لك الinsertion وين سيصر عندنا هاي سيصر عندنا هنا الinsertion سيصر عندنا هنا يعني قلنا انه related هنا الى radius صح لولا زي هنا وين سيصر عندنا الinsertion سيصر عندنا البركاليس سيصر عندنا الinsertion قلنا هنا سيصر بالألنة فهيت عند ارتب لكم عندنا البيسي وين صر الinsertion قلنا بالرادئس وقلنا همين هس هشوف البيسي بتاع aponeurosis يعني همين هرح يتشلب وقلنا وبالفاشية وعدنا هنا قلنا انه برايكالس هتشلب وين رح هتشلب هنا وين قلنا بالألنة ووظه فهي حتى تخربطون بيانات طلاب خلوها بباك فهي حطتكم هنا علامتي حتى تربطون بيانات وقلنا وقلنا بأن هنا المين flexor ما يعني ال elbow joint هي شنو ال brachialis واضح نجي نكمل لكم ملاحظات لأن ملاحظات بشكل مهم ركز ويا طلاب وهي الرadial tubrost اللي حتشين عليها وال bicep tubrost تمام طلاب نجي يقول لك عدنا احنا شنو عدنا هاي الهيومرس صحيح هاي 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 راح يفوت ويعبر من خلال شنو الشور جو يعني المفصل الجتف زي اقول لك سبير هاي 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 صغير فوشنو عبر فوق صح لا بطلاب عبر فوق الهيومرس هاي 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 and it passes through the intertubricular sulcus and enter them ورا هاي عبر يقول لك راح ينزل لي جو راح عبر الفتش اسم intertubric tubercular circus أو bicepital circus أو bicepital groove شنو هذا bicepital circus أو groove هذا اللي ثورتكم به اللي هو فالجزء من أجزاء عظمة الهيومرس أوكي اللي هو قدكم هذا هو هذا هو bicepital circus أو bicepital boneeuros اللي هو هاي هتعبر منا تمام هاي هاي الفكرة الطلاب اللي بتحت لكم علي فحت تعبر منا وحتاكم هاي شي كل شوية أوكي وتدخل الآن هالعضلة زي عدنا ملاحظة دخل فالشي نسمي transverse humeral ligament أو broadies ligament نفس الشي فالشي نسمي transverse humeral ligament اللي هو هذي أو broadies ligament اللي هو هذي تمام حتى نحن طلاب يعني تخيلوا تتعد نحن هذا tendin هو فايت هي مر نحن فالشي خلي يثبت أو يتجلب صحي لا بيقول لك فالligament اسمه واضح بحيذ مجلب هالمنطقة وما يفصل يقول لك فومز a broadband يكون لنا فتحزمة عريضة مين يمتت تعرفون أنه عندنا شنو عندنا هنا يعني عندنا هنا أنه ال intertubercal groove اللي هو intertubercal groove أو sulcus اللي يمشي به هنا اللي يمشي به يعني long head مال biceps tendin يكون بين lesser tuberculosis أو lesser tubercle والgreater tubercle واضح فوضي يكون بينات فأقول لك نهذا مين يمتد البروديز ligament أو transverse humor اللي قاعد يمتد بين lesser والgreater tubercle ده شوف هنا ده يمتد بين two tubercle صح لعلا فال فكرة ما ده يمتد بين greater وال lesser tubercle أو يمتد هنا بها الصورة سنشوف هيش يمتد تمام يمتد من lesser إلى greater tubercle من lesser إلى greater tubercle حتى يخليه يتشلب أكثر قلت لكم ما أنه يحيط بها أو يعني يبتد من greater لل lesser أو من lesser لل greater إذن هو عبر القناة أو أو السلكس إذن يحيط بها صحيح لا ما أنه يحيط بها موظيف مات أنه function مات أنه شنو to hold أنه يبقي اللون كين ما الب بها المنطقة بال inter tubercle groove أو bicepital groove أو sulcus فالفكرة ما أنه تبقي اللون كين تمام قدنا ملاحظات أنه بيسبس works at shoulder joint and elbow joint قلنا لأنه تعمل two joint فتشتغل على shoulder and elbow صح لا قلنا لأنه من تمتد من الحد هنا فإذن هي تمتد على طول الشنو على طول shoulder وال elbow قلنا الكوراكو براكيالس قلنا الكوراكو براكيالس تمتد من الكوراكو اللي هنا فإذن تعبر بس shoulder joint فإذن كوراكو براكيالس works at shoulder joint only تمام قلنا براكيالس لأن قلنا هي تعبر بس elbow فإذن works at elbow joint only وضح هم حتشينا هالملاحظة وقلنا السبب أنه العضلة إذا تعبره joint تشتغل عليه ما تعبره ما تشتغل وضحنا شيء بالكوراكو براكيالس و براكيالس كامثلة واضحة قدامنا زي يقول لك هنا البايسبتال aponeurosis هذا اللي أجلت لكم هس خلح شيء قليم كل جميع ركزوا عليه يقول لك بايسبتال aponeurosis also known as lacertus fibrosis إلي أسماء الأخ بايسبتال aponeurosis أو lacertus fibrosis قلاب كل بساطة عندنا نحن فتشي نسميه tendin أوكي وعندنا فتشي نسميه aponeurosis حتينا الفرق بيننا تم قلنا أنه tendin هو عبارة عن يعني نقول وتر ما العضلة هذا هو tendin وتر يطلع من العضلة يربط الaponeurosis هو هم يعني يعني يربط العضل بس فرق أنه يكون هي شكلة يكون شكلة يعني أقرب أنه يكون مثل الورقة وoisح ما يكون هي شي مثل الحبل أو الخيط لا أقرب أن يكون شنو ورقة تشوفو هنا شون الشكلة يعني شون أقرب أنه شنو يكون شكل إلى الورقة هذا هو شوي شكل قريب إلى الورقة واضح قريب أنه يكون هيش يكون بي يعني يكون مثل المستطيل أو مثل المربع مو مثل هذا مجرد حبل واضح فايل فكرة أنه قلنا ليش أبونيوروسس وحكينا همين عليه بالمحاضرات السابقة زي يقول لك باسبتة أبونيوروسس أو الأسيرتس فابروسس إذا برود أبونيوروسس أو بايسس بسراك يقول لك عبارة شنو مثل الأبونيوروسس أو مثل الورقة تبتد من البايسس بسراك which is located into the cubital faucet يقول لك موجود في منطقة سمية الكيبيتال فوص طبعاً أحنا هكنا علي كيبيتال فوص لي هاي المنطقة سينو المنطقة رقم ثمانية لي هاي كيبيتال فوص عنحكي عليها ان شاء الله هذا لي كيبيتال فوص يقول لك هو يمتد بها المنطقة لي كيبيتال فوص أو موقع ما تبلي كيبيتال فوص يقول لك بهال منطقة بهال منطقة لي كيبيتال فوص واضح ازي شو بي يقول لك كيبيتال فوص وثال ب 是 الإلبو وأ السافرياتً هاتف سوف سوفر إز في ديب م Pilote طلاب نحن نأخذ إن شاء الله بالمحاضرة الجاية وأذكركم هاي الملاحظة هنأخذ إن شاء الله أنه عندنا في التراكيب هاي الفوسة من المواضيع المهمة كيوبيتال فوسة بيها شرايين بيها عصاب بيها أوريدة بيها عصاب همي حشوف فيقول لك أكو بيها تراكيب تراكيب سوبرفيشل يعني اللي فوق سطحية ومن حنشيل هذين التراكيب بمفتلي جوة هنلاحظوك تراكيب ديب اللي هي عميقة فيقول لك هذا البيسيب تابنيروسل تشوفوا أنه حيفصل لكم هواية بين التراكيب السوبرفيشل والديب مال هاي الكيوبيتال فوسة وتذكروني بالمحاضرة الجاية وعد أنه حتشوفون عندنا تراكيب السوبرفيشل وتراكيب ديب من التراكيب الديب لأنها ذني ذني الأشياء ذني من هنا التراكيب الديب حندقص إن شاء الله بالمحاضرة الجاية والتراكيب السوبرفيشل هنشوف أورده واضح طلب فخلي بايكم هذا الأبونيروسل اللي هو هذا هذا اللي هو يعني اللاسيرتس فابروسس هذي راح يفصل لكم بين تراكيب السوبرفيشل والديب مع الكيوب بتال فوسة وتذكرون كلام إن شاء الله وهو يعتبر من الديب أحتيكم يا منسة هو يعتبر من الديب من الديب سراكتشر اللي موجودة بالكيوب تال فوسة ناخذها بالمحاضرة الجاية إن شاء الله مثل وين الأورجن ماتة، وشين الأورجين؟ الأورجن ماتة من الديب سراكيب من الديب سراكيب سراكياب يقول لكم قبل أن يمكن أن أنتم هنا هذه المديب سراكيب يقول لكم أن الأورجن ماتة هو وين يتس fe苦 defeated من الأورجن مالته يعني من التنديماتي خنقول اوكي؟ هذا اللعين ما ته من يعني ال راديال تبروسي او البايسيبتال تبروسي ما راجس هو رح يجي مناه هذا هو راح يجي مناه يعني وضح لكم بصورة لطفاقة اللي ما فهم عندنا احنا هذا التنديم هذا عندنا احنا البايسيبتال أبونيوروسي هو راح يجيب مهنا هذا التندي واضح هذا اللي هو قادم والتنديم بايسيبس انسات على راديال تبروتي ممكننا أن التنديم بالبايسيبس راح يتجلب راديال تبروتي وهي ها هي الرادياس ها هي الراديال تبروتي اللي حتجلب بها التنديم بالبايسيبس يقولك الابونيروسيس راح يقوي لك أو يعزز لك الكوبيتال فوسي and helps to protect the brachial artery يعني شنو يسيحمي لك le brachial artery on the median nerve running underneath نحكي ان شاء الله نعليكم بتلفوسي ونحكي انه من ضمن المحتوات مالتها le brachial artery ومن ضمن المحتوات مالتها ان شاء الله le median nerve تمام بالمحاضرات تذكروني وعد فيقولك هو هذا يفيد انه يحميهن يحمي le brachial artery ويحمي le median nerve واضح طلاب فيخلوا ببالكم موضوع كل شي مهم وخلنحكي الكلام الموجودة هنا بالصورة حتى نحكي كله نقدر له عليه لانه اشي مهم يقولك it's a broad aponeurosis of the biceps the brachial artery located in the cubital foci قلنا aponeurosis يعني مثل شنو مثل التندم بس يكون عن شكل ورقة اوكي يمتد من البايسپس it's a price superficial from deep structure in the cubital foci يفصل لك superficial من deep يعني شنو من deep structure يقول لك it originates from distal insertion of biceps يعني brachial artery and runs across the brachial artery يقول لك يعني ينشئ من distal insertion من بايسپس براكي ويعبر خلال the brachial artery اوكي يقول لك insertion يسوي بالantebrachial fascia of the forearm هاي اللي ما حكيناه ان يسوي insertion وين هيروح نسوي insertion بال fascia of the forearm يعني نحن حكينا انه عدنا fascia بالارم صح لعلا فيقول لك هنا راح يروح يسوي insertion هيروح يسوي insertion هنا بال fascia ما شنو بال fascia ما الفرام واضح كلها حتى نعزز ونقوي التجليب ما شنو ما للبيسپس واضح طلا فايح اجلت لكم يا يعني اجلت لكم يا منها قلت لكم انه حناخذه بالبيسپس قلت لكم بس شي بسيط علي اوكي فقلنا هنا انه شنو وهناش قلنا انه يتجلب وين قلنا يتجلب يتجلب بدي fascia لما الميدال اسبك ما الفرام يعني السفتي همنا شون شوفوا شون ديتجلب ببيسپسابونيوروسيس واضح هشوفكم شون ديتجلب باعش شون هنا ديروحوا ومننا احنا لدينا هاي الميدال وهاي اللاترال شوفوا شون ديروحوا يتجلب هنا بدوز الميدال ما الديفاشي ما للفرام ونحجي عليها ان شاء الله فايخلوا ببالكم طلا لزين يعني it helps to protect the brachal artery and the medial nerve running underneath during venipuncture from the medial cubital vein يقول لك شنو من ات اكون عندك فتفين ناخذ عليها بالمحالة ان شاء الله اسمه median cubital vein فتفين موجود بهال منطقة اوكي بالكيبتال فوسة مرات ياخدون مننا سحب اوكي يحبون مننا دم اوكي يعني العمليات مختلفة تمام فاقول لك بها العملية هو شنو رح يكون جو هو الجو يعني جو هذا الفين يعني قلت لكم هو يعتبر من تراكيب العميقة بينما هذا الفين هناخذ ان شاء الله يعتبر من تراكيب السطحية واضح طالب هاي الحتيات كم سلايت شي قد بسيطات بس شي قد مهمات والله يعني تشوفوا دائما موجودات بالامتحان هذني مجرد هذني ثلاثة سلايتات اوكي نجي سنكمل هذا المخطط حتى نباش ببراكال ارترون انهي هالمحالة هذا المخطط بيشينو بالكوراكو براكالوس وبيبراكالوس كوراكو براكالوس قلنا ييجي من شينو ييجي هنا من التب بالكوراكا والبروسيس مالي's كابلة تمام والبركالوس قلنا من الدستغالف مالانتيار surface مالهيومرس او اللور هالف هلان من ديقصد بالدستغالف ديقصد باللهور هالف الكوراكو براكال يساوي انسيرش بالشينو بالميدل ثير مال الميدال سيرفس مالهيومرس والبركات سوى بالcoronoid process وان تيوبروستيو في ألنا وهنا أضاف لك أنه مو بس الكورونود بروسس قال لك أنه فتشين سمي تيوبروستيو في ألنا فقال لك أنه يسوي يعني insertion بالتيوبروستيو في ألنا وبالcoronoid process فهو بس دريد يضيف لك هذنه وهي عندنا التيوبروستيو في ألنا تمام فدريد يضيف لك هنا أنه يعني ما يخليك أنه معلومة واحدة يضيف لك هكذا تمام نجي نكمل قلنا الانرفيش مع الكوروكو وبركياليس والمسكوليوكتينس نعب سي خمسة ستة سبعة براكياليس قلنا غذية المسكوليوكتينس نعب سي خمسة ستة وغذية الرادية النعب سي خمسة ستة وقلنا بس جزء لاترال بس جزء لاترال بس يغذي شنو غذي الرادية النعب وقلنا كوروكو براكياليس يسوي فلكشن وعدكش للشورد جوينت وهمين resist dislocation of shoulder وحشينا همين ليش سوي adduction وليش flexion وتقاوم لك الخلوعات بالشورد والبراكياليس قلنا flexion for arm in all position قلنا انه هي المين flexion مال for arm وقل لكنا ليش ليش تعتبر المين flexor يعني هي تسوي flexion for arm بكل position بكل المواضيع فهي عدنا المسكولز مال for arm وحشينا على الفيشيا كلش مواضيع حلوة ويقع هذا بيستاب ونروسيز وهذا السلايد كلش يعني ملاحظات مهمة فخلنوا نبالكم واضح طلاب زين هسا نجي نكمل حشينا احنا يعني على العضلات وحشينا على الفيشيا تمام هسا نبلش بالالتري هنحنا بس مقدمة وتفاصيل بسيطة ورا هننهي المحاضرة لأن هذة الملاحظات بداية يعني سهلات ورا هنبدأ نتعمق إن شاء الله بكل يعني عصاب وبكل شغلة بكل شريان فخلنحش بس مقدمة عليه وتقسيماته وين هو موجود أوكي وشي حد بي ومن وصل للبرانشات نقطع المحاضرة إن شاء الله لأنه هنا هنبدي نتعمق كل شيء ونحكي تفاصيل إن شاء الله زين هسا نبلش احنا بها المقدمة والتنا المعتادة اللي لازم حكيها بكل محاضرة حتى تبقوا ياكم عمرا إن شاء الله لأنه هسا عنا أبسط شيء أنا سخوب ده يعني عدنا مرحلة رابعة فجا يقرأ له وهسا عدنا من أول مواضيع اللي هو عدنا الكاردوفاسكولر اللي هو القلبية أوكي ولو عيد دموي فبكل وجهة أنه التهام الدورة مع القلب إذا أنت مفاهم ما تقدر تفتيم يعني كل شوية تفاصيل إذا أنت ما تفاهم الصمامات مفاهم الحركة مع القلب مفاهم شون دي يشتغل القلب مفاهم شون دي يصعد الدم دي يطلع الدم دي يفوت الدم فأتى كل شوية تفاصيل مفاهم فأتى تفتيموية من الس وان دا عيدة هي مجرد كم دقيقة دم للأعطاء والأنسجل المختلفة رح يستفضوا من هذا الدم وراءة يعني الدم هذا يرجع للقلب حتى يزود بالأكسجين فيرجع عن طريق فينز ومن أكبر الفينز اللي هي إنفيا فينا كافا وسبيا فينا كافا فحيفوت يعني من إنفيا فينا كافا وسبيا فينا كافا يفوت فاتشين سمي راية أتريام أحنا قلنا عدنا أربع حجرات وعدنا أربع صمامات أنا فاتشين سمي راية أتريام نفاي شين سمي رائد فندريقل نفاي شين سمي لائت أتريام وليت فندريقل واضح زيان فيقول لك هيفوت إلى راية أتريام أكفة صمام يفصل لن ancora بين راية أتريام والراية فندريقل سمي Erin ثامن نسمي هذه الجبال هذا هو ثامن في pasóن من راية أتريام للراية فندريقل وراءة من الراية فندريقل رح يروح الفاتشين سمي يعني ال cherry pulmonary arteries سوف يذهب عن طريق pulmonary arteries سوف يذهب عن طريق pulmonary arteries سوف يذهب للرأة يزود الدم بالأكسجين سوف يذهب من الرأة للقلب عن طريق pulmonary veins سوف يذهب هنا سوف يذهب من حجرة القلب سوف يذهب إلى left ventricle عن طريق صمام سمي ورها سيروح الدم المزود بالأكسجين والمواد المغذية من الرأة سيروح من left ventricle وينضخ للأيورتي عن طريق الصمام سمي ورها منوصل للأيورتي وصلنا للأيورتي ورها تنظل يروح الأيورتي يزود الجسم وتنعادل عملية فعلا بس مجرد مقدم يقول لك ورها وصلنا للأيورتي الأيورتي بعدة أجزاء طلاق بأسنديك آيورتي بأيورتي بأيورتيك ارت باتسنديك آيورتي وقدنا إذا حنا بالصدر نسمي تسنديك ثراسك إذا حنا بالبطن سمي تسنديك أبدونك وهكذا فقدنا أحنا ن toyota الأسنديك آيورتي اللي هو الجزء الأول بفصل النبيعي يسمي كورينار آر ثري اللي هي الشرائي اللي تغذي القلب قلنا القلب هم يحتى التاج التغذي فقدنا left coronary artery وright coronary artery لأو لمو شغلنا شغلنا Ascending Aortic ورا وصلنا في الشي اسمه Aortic Art اللي هو القوس هذا القوس ما الايورتي هذا هو شغلنا الايورتي كارت مين رح يجي رح يحطينا شنو حطينا ثلاث تفرعات فالتفرع كن هذا تطوالي وتفرع عن هي التفرع يعني فالتفرع اسمه تطوالي اسمه Brachioscephalic Artery وتفرع عن برانشي اللي هو واحد اسمه Left common carotid واحد اسمه Left subclavian تمام يقول لك Brachioscephalic Artery رح يقسم لها قسمين Right subclavian و Right common carotid فاحنا بالمحاصلة عدنا اربعة عدنا Left common carotid و Right common carotid Artery عدنا Left subclavian و Right subclavian بس الفرق قلنا احنو عدنا Right يطلع من ال Brachioscephalic واضح لانك ان التطوالي لازم يطول باتباره ان القلب موجود بالنص وما يلعي اليسر فحيكون بعيد عن جهلي منها فلازم اكفتشي قربة من الجهلي منها حتى تتساوي الامور وصلنا لسلفة Artery اسمه Subclavian Artery وهذا اللي اريد اوصله عاني بحاجة هذا كله عدنا هاي هم صورة انو عدنا Ascending يعني Aorti وعدنا Aortic Artery Descending Sending Thorac Sending Abdominal اوكي وهكذا فيقول لك عدنا حنال Aortic Artery حيطان عدنا في الشيء اسمه Brachioscephalic وعطان عدنا في الشيء اسمه Left common carotid و Left subclavian وراها Brachioscephalic رح يقسم الى Right common carotid وراها subclavian فوصلنا يستطل انو عدنا اربع شرعين اللي يهمني هو Right and Left subclavian او subclavian بصورة عامة subclavian نحتينا عليه قلنا انو هو اللي يهمنا حاليا هو بالأبرلم اللي واكذا الشيء هنحتي عليه تمام ال common carotid هذا هنحتي عليه ان شاء الله بالهيدونيك ازين بس عدنا subclavian اوكي وصلنا احنا انو عدنا الهارت بالهيد فنتركل ايضا قلنا اتضل عنا الصينic aortic وارتش ومن الاياضك اوط قلنا حيطلع Brachioscephalic و Left common carotid و Left subclavian قلنا براكوسفج حيطال عنا Right subclavian وRight common carotid وقلنا احنا اللي يهمنا هو Right subclavian رح يكمل كافة والأيضر اسمها X killer artery اوكي سواء ليران أو حطينا Ex killer artery ووحتيان نحنا على البرانشات ما subclavian وحتياننا على مع الأكسذير اللي نحتاجه عذل إذاً تكنوا لين هانها و لا يفيدانها حالياً سأل Lorelliticon في المحاضرات والفقد اللي نحتاجه حسنا راح نحتاج عليه التكملة مع الأكسذير لنحن قلنا الأكسذير سينزيلا received واحد فقلنا يكمن يكمل واضح هو الإولاد اللي سنتعطي عليه بها المحاضرة سنتعطي برانشات مادة هذا المخطط احنا بحثي لكم اللي ضابطة وضابط اللي احنا نحتاج منه ما راح يحتاجه بعد بالمحاضرات اللي فاتت هناخذ مخطط جديد لا اعبالكم اعوفكم هذا مخطط جديد اللي هو كلش اصغر بيفد يعني continuation وبيفد برانشات طلع طلع احنا شعدنا احنا فد برانشات بي وبيفد اشياء حيكمل المهم خلتح تحنا الشرائن اللي حتطلع من انته تم سمام هو راح يكمل كتو مين برانش احنا مو قدنا طلاب عندنا عظمتين اوكي قدنا عندنا هاي العظمة اللي هي تشبيرة اللي هي يمرس وراح يتكى عظمتين اسمها راديس او اولنا فنتوقع انه الشرائن اللي حيمشي بهاي المنطقة اللي هنعلاقة بهاي الاسماء فعدنا شريان حيمشي من راديس او قريب للراديس نسمي راديل ارتري وعندنا شريان حيمشي من النا نسمي النار ارتري واضح فايخلوهن بباكم طلاب تمام فايخلوهن بباكم طلاب زي نجي نكمل السحنة الكلام فيقول لك هو شنو من حينزل البريكل ارتري البريكل ارتري من را حينزل له هذا هو البريكل ارتري يقول حينزل راح يكمل كشريان هايكمل كشريان اسمه راديل هايكمل كشريان اسمه أولنار هيخلصنا منه واضح؟ الكونتينويشي المادة او التكملة ما اتكتهمنا هيكمل كأولنار وراديل ارتري زي بباعد برانشات طبعا بي بي ماسكولار برانش بس احنا ما نتطرق له هاي طلاب قلنا انو احنا مو كليش نهتم انو هاذا هاي العضالة هاشر يعني غلظية لان احنا العضالة هو شرائن غلظية وعدنا هاي تفرعات صغار من الشرائن فاللي همنا هو البقية عندنا فاتش يسمي انفيرير اولنار كولاترال تمام؟ عندنا فاتش يسمي سوبيريار اولنار كولاترال ارتري عدنا فاتش يسمي هاي مو رل نيوتريت ارتري وعدنا فاتش يسمي بروفنداا براكي اوكي؟ بروفنتة معناته دي براكي معناته ارب ما عانته ديب ارتري اوف دا ارم وهذا ديب ارتري اوف دا ارم او البروفندا براكي حيطينا برانشي حيطينا راديال كولاترال رادي والميدل كولاترال آتري لا تدخونوا معي نجي نعيد هوياكم و لا تزعونون طلاب يقول لكم يا عاني يقول لك عندك شنو عندك البرائكار آتري البرائكار آتري بيفيد براشات، بيفيد بلاك كنتينواشن حيكملك براشت كالنر أو راديال آتري تمام؟ أو يعني وراديال آتري يقول لك براشات اللي هيا ماسكولر براشت حيخذين عضلات إن فيها الناكولاترال سبيع ارنا كولاترال تمام هيمال نيوترات آتر هذا هي غذيني شرياني غذيني كل شيء بالجسم يحتاج لتغذية من ضمنها الأعظام زين وعندها في شيء يسمي ديب آتر والذي آرم أو بروفاند براكي بروفاند براكي رحطينا تو برانش حطي رادع كولاته آتري وميدل كولاته آتري زين يقول لك شون نحفظه هنا حسين أقول لك أطيك فنيمونك حلوة يقول لك بليز ستاند ان رو نير يو يقول لك يعني هتشفدني ونكسمها أوكفو أوكي بصف قرب يعني قربة أوكي فالبي يدل على انه بروفاند براكي الاس سبيعر آلنا كولاته آتري الآي انفير آلنا كولاته آتري الآن هو نيوترات برانش توهيومرس الآر اللي ورادع الآر يعني آتري اليو هو الآلنار آتري واضح تمام طلاب زين هايخلوها بباقيكم كلش 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 مهمة أوكي طلاب الزين يقول لك بعدش قلنا بعد قلنا فت يعني فت تفاصيل هنا بس هخلوها بباقيكم مبدايين بس كفكرة أوكي طلاب خلوها بباقيكم بس هطلنا لكم بذني يعني ذني الآتريات احنا حتشينا هنا حتشينا على البروفاند براكي نواع حرف البي الاس قلنا السبير آلنا كولاترال الآي هو الان فيها آلنا كولاترال الان هو اللي يعني الهيومر نيوترات والآر هو الراديل والآي هو الأمام واضح طلاب هايخلوهن بباقيكم كلش كلش مهمة وقلنا البروفاند براكي عطينا الميدل والراديل كلاترال آرتري تمام طلاب عايف ما يخص البرايكل آرتري كأسما وكبرانتر واحد يقول روايك الآي شي الي حصير بها الآكزيلر حسر بهاине عندنا حيطلع منه فيهز ادري دكر اوتري الbes حيطلع منه فتشي سبير ألنك الناكولاترال وانفياء الناكولاترال. حيطلع عنا يعني منه اسمه يعني عدنا منه اللي هو راديال آتري والألنا آتري. وكننا حيطلع بعد منه فتشريان اللي يغذين ده الهيومرس نسميه نيوتريت يعني هيومرال آتري. واضح طلب زيان. هاس ما يخص بس هاي الحشي واليعني مقدمة عليها. خلنشوف هسه يعني سلايدات اللي اوكي. لسا وحيحطينها عليها النوة شون ينقسم شون القريب عليها شون التفاصيل القريبة عليها واضح طلب. فهنا ماري تطول اكثر للمحاضرة كل يسلين الباقي تفاصيل صحية مهمة. اوكي. وبازم احتيها هسة. بس احنا هم ماري نطول للمحاضرة كل يسلين هي صحية حنطول بيها. بس يعني لازم احنا نوازن محاضرات تمام. في يعني اللي هنا ان شاء الله نكون مصنى هاته هاي الجزء من هاي المحاضرة. اتمنى شرح واضح مفهوم. اي سؤال اي ملاحظة ايفتشي لا تترددون. وبتوفق شاء الله جميعوا مع السلامة.